شغف ظاهر لا تخطئه العين يدفع جمع مامو إلى التطوع وإلى العمل لاجتماعي منذ زمن ليس بالقصير ولا تدخر ابنة جرادة من جهدها ولا من وقتها سعية نحو النساء في وضعيات صعبة والشباب غير المتمدرس وهي تتحدى بذلك كل أشكال العدمية والخمول وتتوخى مؤسسة جمعية تعاون وتنمية بحاس بلال في جرادة من انخراطها في العمل الجمعوي الإسهام في تصور بدائل سوسي اقتصادية لفائدة الساكنة المحلية لا سيما بعد إغلاق شركة مفاحم المغرب ولأنها قررت أن تخوض التحدي وأن تذهب إلى أبعد مدى فيه فقد باشرت هذه المرأة الخمسينية العديد من المبادرات التي همت مواكبة وتأهيل الشباب غير المتمدرس بالمنطقة وإذا كانت ملامح النجاح في حياة هذه السيدة بادية للعيان فإن ذلك لم يأتي بمحض الصدفة ولا نتاج إرادة متراخية فهي مؤمنة بأن العمل الجمعوي ينمي فينا معاني التربية على احترام الآخر ونكران الذات وإثراء الشخصية والمواطنة والالتزام الثابت بالقيم الإنسانية